كما عقد شكري لقاءا مع سليمان فرانجية وذلك في إطار المباحثات التي يجريها في لبنان بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اللقاء أشار شكري إلى أهمية تغليب المصلحة اللبنانية الوطنية وإنهاء الانسداد السياسي والأزمة الحكومية الممتدة منذ أكثر من ثمانية أشهر والمضي قدما نحو تشكيل حكومة من الاقتصاصيين وفق أحكام وقواعد الدستور ووثيقة الوفاق الوطني اللبناني كما عقد شكري لقاء مع رئيس حزب الكثائب اللبنانية سامي لجميل وذلك في إطار المباحثات التي يجريها في لبنان بتكليف من الرئيس السيسي والتي تستهدف تأكيد الدعم المصري للبنان والتضامن مع شعبه